اختتمت جمعية المحامين الكويتية دورية المناظرات الأول الذي تنظمه للمرة الأولى على مدار يومين بمشاركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية المحامي واسمي الوسمي على أن دورية المناظرات هو من أحد أهم الأنشطة التي تقيمها الجمعية لافتن لأن الهدف من الفعالية هو جمع المحامين تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينهم وصولا إلى نشر ثقافة القانون نظرا لأهميتها في الوقت الحالي قدمنا الدور المناظرات الأول في جمعية المحامين وهذا نشاطي لأول مرة يقدم في الجمعية وهو جهد تشكر عليه اللجنة الاجتماعية في جمعية المحامين القصد منه تواجد المحامين التفاعل المشاركة وصراحة كان في مشاركة أكثر من ممتازة من قبل المحامين كان في حضور جيد وكان في مداخلات من الفريقين اشتركوا في القناة